أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اعترف عرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكم وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض فسدت الأرض ولكن الله زو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين